أثار رئيس التلاف العراقية يدعى اللاوي جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد دعوته لتعويض الخسرين في الانتخابات بمقاعد في مجلس النواب بعد عقد مؤتمر مصهر لمناقشة مخرجات الانتخابات الأخيرة وطرق حلها وأشار اللاوي إلى أن الانتخابات تركت العراق على كف عفريت وأن من بين الحلول التي يقترحها إجراء انتخابات أخرى بعد 9 أشهر أو إضافة نواب أخرين لكتل خسيرة في بعض المناطق لبعضها عن الحرب الأهلية ويصف محللون ومتابعون اقتراح اللاوي بأزمة تفكير أحزاب السلطة ونظرتها إلى الانتخابات بما يتساوى فيه الليبرالي مع الإسلامي بتقديم المصالح على الدستور وكأن الأحزاب هي مصدر السلطات للشعب ترجمة نانسي قنقر